اشتركوا في القناة 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 الخارجة عن الاكثريات الشيعية يعني بتحكي عن نسبة الاقتراع نسبة الاقتراع اذا افترضنا رح يصير نسبة الاقتراع من خمسين لخمسة وخمسين بالمية من هالخمسة وخمسين بالمية اربعين بالمية منهم انا بقول فوقوا العشرين بالمية اه اوكي هوا بعد مش محددين شو دنيا عملوا وهو ازا عملوا ازا راحوا هاك شي نتائج شي وزا راحوا هاك تأثير عن نتائج شي اخر لانه في شي اسمه على المنخر طيب ازا هذه الكتلة من البشر قررت يعني عملت موجة باتجاه ما سواء تصويت للمجتمع المدني او القوى معينة تغيرية بتغير بخريطة النتائج وبالتالي نحنا امام الحقيقة صورة غامضة وازا بدي فصل لك اياهون اساس جيمي بقدر نقول عن ثلاث ثلاث بيئات او ثلاث انواع من الدوائر فيها شي من عدم التوقع بالصورة يعني انا بدي اصلك ايا دايرة هي دايرة مثل ما بقولوا ام المعارك عند حزب الله هل هي دايرة بيروت التانية اللي فيها احد عشر مقعد من اهم الدوائر بالنسبة له حزب الله هدي بس مش الوحيدة وين البقية ما يعني الحلفاء الخاصة المسيحيين والسنة بالنسبة له بعتقد اهم يوازيها اهمية من قصة اقفال الدوائر الشيعية للأسف بدي يقول رأيي انه حصل قبل الصرفاند وبعد الصرفاند حصل لانه في صعوبة جمية الصوت يواجه بندقية لانه في تشتيت لا الصوت البندقية بتشيل البرودة من رأس الناس بيفلت شرائح من الناخبين المشكلة للطائف الشيعي بس في التير ناس نصلوا على الارض بوش حزب الله بسبتعاش تشرين متعرضوا يسعى بالانتخابات يقول انه هاو مجموعة هاو دي فرافيت العملة لا يؤثروا او عملة سفرات او عملة شي من هالنوا انه هاو دي لا يؤثروا ولكن الاسلوب هو اسلوب ترهيبي بامتياز ويسقط مشروعية النتائج بالعمق يسقطة كيف يسقطة اذا الواحد اخد عدد النواب كلهم بمنطقته وهيدا النظام نسبة كيف اخدهم بياخدهم يعني حجته معه اكتر حزب الله عاملكه نظام نسبة وبرضو عم بيسكر اللوايح بمناطقه اذا عنده القدرة ينزل يمنع اعلان لويح اذا عنده القدرة يقول انه هاو دي خوانة وتبعين لامريكا واسرائيل انه هاو دي كزا اذا عنده القدرة يمارس كل الانواع الاقفال والتسكير لبيته وما حدا بيسأله ساعتها بتقول انه النتائج هي نتائج تحتكم الديمقراطية انه هو يمثل تسعة وتسعين بالمئة لا غير صحيح نتيجة يعني ما يسبق الانتخابات هو مؤثر بعملية النتائج عودة الى الدوائر فازن الاهمية الكبرى هي بالنسبة له الدوائر المسيحية السنية الدرزي لانه من هاو بيركب اكترية لا يركب اكترية بقى 27 مقعد الشيعي او 26 اذا ما توفق المقعد الشيعي بجبال الدوائر السنية بيروت وطرابلس وعكار بيروت وطرابلس وعكار منية ظنية بقى عغربية وزحلة كل الدوائر السنية اقليم كل الدوائر السنية الدوائر المسيحية بمعظمة بمعنى الوقوف خلف حليفه المسيحي بجبل طيار الوطني الحر وحليفه الاخر سلمان فرنجية والحزب القومي السوري الاجتماعي فازن يريد معركته الاساسية خارج البيئة الشعية انا بعتبر البيئة الشعية من سهل تسكيرها اوكي رايحين على شيء غامض بهذا الموضوع بالبيئة السنية والمسيحية بالبيئة المسيحية بقدر انه فيه تغيير بس مين قد بيعرف حجم هذا التغيير ما حدا بيعرف فيه بالشمال دائرة كبرى اسمها دائرة الشمال الثانية بيسموها الثالثة هي بترون كرة بشرة صغرتها الثالثة بعتقيد زحلة مؤثرة جدا بيروت الأشرفية مؤثرة جدا المتن كسروان جبال شوف علي كله عم نحكي عن دوائر كسروان وجبال بالمتن الصوت الشيعي رايح مع حفيده للرئيس اميلا حول لا مش مضمون بيقدر حزب الله يجير لقحت العونيين كمان حتى بشبال حكي عن انه في بعض الأصوات الشيعية ممكن تروح لفريدها بس ما فيك تغيير كمان بالخطاب طبعا آل المر اليوم المرشع عم بيقول انه حزب الله هو مقاومة سؤل اذا هو مقاومة بيتحمل مسؤوليته قدام الناخبين رايح يتحمل مسؤوليته خلينا نشوف الناخبين المتن اللي عندن خيارات معينة هيدا هيدا الدائرة هي قلب جبل لبنان هي قلب جبل لبنان هذه الدائرة عطت للعماد مش العوم لألفان وخمسة على أسردت فاعل عنيفي على الاتفاق الرباعي عطته آآ بالقانون الاكثري بعتقد سبعة واحد وكان ممكن تكون ثمانية سفر اليوم 2009 جددت له بنسبة خمسين بالمية آآ وأكتر وأكتر بالالفان وثمانتعش على النسبة آآ حفظت له على ما تبقى من موقع اليوم شو أصدق انه حزب الله عم بيردله سؤال بس شو فيه بالمتن هلا خاني نفوت متنيات لأنه فيه بالمتن ليحة للوات اللبنانية فيه ليحة للكتائب اللبنانية فيه ليحة للكتائب اللبنانية فيه ليحة وثنين مواطنة صحيح طيب إذا اجتمعنا إذا إذا قيمنا عمل هذه اللوائح المواجهة للائحة حزب الله الطيار الوطني الحر لأنه أنا ما بقول أنه هاي الطيار هيدا مجير لحزب الله إذا استردنا وضع كل لائحة بنشوف أنه كل هذه اللوائح من زاوية أو من أخرى هي مؤهلة تكون يعني تكون جزء من عملية تغيير معينة لا يعني ما بقدر فرق كتير سواء من مثلا لائحة كتائب اللي شفنا الشغلة اللي نشغل بموضوع المحاسبة والاستقالة من الحكومة والاعتراض على كل الواقع السيء القائم لقيت اللوائحة البنانية اللي طلعت متأخرة من الحكومة ولكن طلعت وصارت ما عاش فيها تفوت هلأ ولن تدخل إلى شرب النحاس ولن تدخل بعد الانتخابات بعد الانتخابات مين بيضمن؟ لا أعتقد مين بيضمن؟ بلبنان ما حدا بيضمن ما حدا بيضمن بس أنا قراءة الشخصية لا أعتقد لأنه فيه ناس بتقول اليوم هذه المعركة الانتخابية هي بالنسبة للمنظومة هي تحديد أحجام طبعا من بعد ما يتحددوا الأحجام يكون فيه شخص عم بيفاوض نسبة لطيفته يعني اللي عنده أكبر لا هذه بالمبدأ مش على قصة تشكيل حكومة أو شيء حتى يعني مكاسب مقابل عدة أمور إن كابل حكومة أو خرج الحكومة فلنتصور هذا الأمر ونقول أنه الوضع الانهيار اللي وصط له منظومة حزب الله بمعنى قائمة بقوة بقوة سطوة حزب الله يعني لا أكثر ولا أقل طيب هذه رح تسعى لتجديد شرعية شعبية بالحد المقبول لتقول أنه أنا لا أزال على قيد الحياة متن أو كسروان جبال أو علي أو كل هذه الدوائر هل ستعطي هذه الإمكانية لهذه القوة يعني إذا بقتحكي منظومة المنظومة الحقيقية بس كمان اليوم بتركيب اللوايح يعني في الأنا بتركيب اللوايح مش بس لدى الثورة يعني اليوم صديقك والعزيز على قلبك الدكتور فيرس سعيد اليوم كمان عامي الليحة هو والاستاذ منصور البون بيشهادة كل الناس الخبرة بالأرقام بيقولك هذه الليحة مش قادرة تجيب الحاصل وبالتالي عم بيجمعوا هذه الأصوات وعم ياخدوا هاو الأصوات من ضرب اللوايح التانية يلي هي سيادية يمكن أقل منهم تباه لأنه أنا ما عم شكك بالسيادة تابعون ولكن شو عم بيعملوا ما عم بيقدر يجيبوا الحاصل عم تروحها الأصوات كلها خارج المعركة الانترابية هل أخذ النجح على فيرس سعيد هندو سيئة بنفسه لدرجة أنه هو رح يكون نيب هيدي بيعطيها لما أنا بنضيعتي ولا مبجره تحية هي بيعطيها لكل بل أحواليه شاطر فيها هيدي بيعطي نظر عن قراءته هو لإمكانية نجاحه أو لا بس أنا بدي أقول ما بدي أرى مين على مين الحق ومين عليه حق ومين ما عليه حق أنا بدي أرى بالنتائج الكارثية تبع هذا الموضوع يعني بس ما في مسؤولية اليوم بيتحدد اليوم بدي تحدد المسؤولية على مين عم بيخوضها الانتخابات اليوم خوض الانتخابات بيأثر على نتيجة الانتخابات إيه بس بنا نقراها بنتائجها أنا يعني إذا بدي أقعد حاكم هلا بقول لك في السعاد ليش بدي أقبل بيت أكي؟ كل واحد إله حق كل واحد إله حق إذا بدي فوت موضوع شائك وحساس أكتر ويمكن ما بحب فوت فيه إنه تب هالقوى اللي تقريبا منقول عنها سياديس هو إقمنها اللي عمل زحطات كبيرة واللي تراجع عنها أو اللي فات برهانات ورجع عدل أو اللي كذا يعني بالمعنى الكبير للكلمة أنا ما في مثلا حط يعني ما في يعني حط ولا بواحد بالمليار بشبهم بما قام به العماد عام 2005 إلى اليوم هذه القوة هذه القوة هذه القوة تكمل لك صحيح تكمل لك أنا رح أوصل للشي اللي أنت حضرتك عم تطرح طيب تكمل لك طيب أنا يعني بشوف الهوامش أو الهوامش الخلافات هذه بشوفها دايقة وصغيرة كتير صحيح يعني كان يجب أن يكون الجميع من هذه الناس اللي عم يشتغلوا بهذا الجو وهذه القناعات بلواقح واحدة وإلا بكونوا هني عم بيأسسوا إلى تشتيت نفسهم وخروجهم ضعاف مهما كسبوا من نواب يعني ما له معنى بعد انتخابات 2015 أيار أنا يجي نضلنا ننتمحك طب طلعت كتلني يا بي طب وين المشروع والقناعات اللي بتجمعها في قناعات بتجمعها شأنها بغسبنا عنهم كلهم هني عم يشتغلوا تحت هالقساء في القناعات وعم يستفتوا الناس بغسبنا عنهم كلهم هيدا مش شغلة إيرادية وإلا روح كون حليف العزب الله أسهل عليك كتير وهي عملية سهلة بتاخد نواب ووزراء وبتعايب بتفوت بالتعيينات بس إذا أنت عم تقول أنا سيادي أنا أريد التغيير أنا صار تشوف أنه في واقع مدمر يجب أنه واجهه بالبلد طيب بتنط على التفاصيل وهي التفاصيل المهمة طب ليه ما بتعود هادي الناس مع بعضا ما بدي فوت أنا هلا ليه ما بتعود الناس مع بعضا لأنه شي مؤلم ما بدي أحكي فيه ما بدي أحكي فيه وكتير صغير قدام المشهدية اللي نحن مريني فيه بدي أحكي قدام نتائج الكارثية لعدم اتفاق هذه القوة طب فيه قوة تغييرية بالمجتمع المدني حقيقية سيادي وشيفة الواقع وفيه كادريت كتير مهمة ممكن تتعاون قوة حزبية أو أهلية مع قوة مدنية وتشكل نحن اليوم تشكل يعني شيء اسمه إنقاذي للبلد لأنه نحن اليوم منى بحالة طرف مش عم نتغنج إنه هاي معركة بسويسرا هاي مش بسويسرا هيدي انتخابات ببلد غرق لما الانتخابات ببلد غرق بوج مين بوج الفساد ولا بوج السلاح بوج اتنين لأنه الفساد حامل السلاح والسلاح يتغزأ من الفساد لما ناصر الله وقف بـ 17 تشرين قال انسحبوا من الشوارع وقالوا رفع أصبعهم ممنوع لا برئاسة الجمهورية ولا اسقاط حكومة ولا انتخابات نيبية مكرة شو بيكون عم بيقول عم بيقول هاي منظومتي بتالي هايدي الواجهة السياسية الكبرى هاي المكتب السياسي طبع السلاح مشهد مجلس النواب بعد الانتخابات كيف تتوقعوا؟ أول شي ما بقى فيه 14 و 8 لا فيه 8 بس ما فيه 14 اي صحيح صحيح كيف المشهدية؟ لأنه هو بيقدر يجمع كل حلافه على أفطار أو غير أفطار حول العناوية الكبرى اللي بتهمو أما بالخلافات الداخلية بيتركون انه على اللعب الحلو صلوا فيها اللعب الحلو هو مع اللعب الحلو بالتالي يعني قادر يجمع بعد الانتخابات نبي بري وجمهوران باسيل أكيد وإذا ما جمعهم هلأ قبل ما هو جمعهم بلواقع صحيح وهو اللي جمعهم عمليا جمعهم يعني اللي قال عن علي حسن خليل عن أصرب عبدة انه بتوصل العمليات على أصرب عبدة واللي قالوا عنه هني انه بلطجي وغير بلطجي وانه شبيح وشي من هنه تعدين يعني نخبينهم رح ينتخبوا للبلطجي والحرام تحالف البلطجي والحرامي فإذا نتصور قداش عنده قدرة يجمع بالمقلب الآخر لا يوجد راعي عم بحكي داخلي ما بردي بالخارجي لا يوجد قدرة على الالتقاء للأسف في خارجي في راعي خارجي ممكن يكون لا لا غير موجود كمان وين الرعاية مجلس النواب كيف رح يكون التقسيمات إذا بدك يعني هل هناك رح يكون أكترية لثماني قدار بالمجلس من دون يعني في ناس بتقول انه في حوالى الخمسة عشرين خمسة وعشرين نايم تغيير ممكن يدخلوا إلى لك صورة تراجدية المعرك على الخمسة وستين زائد واحد هي أولا ما حدا يقول تلتين ما حدا يعني كزا معرك على الخمسة وستين زائد واحد الخمسة وستين زائد واحد من طرف حزب الله بيشكلها من حولها فهمها يعني إذا بأول احتمال إذا ما وصل للخمسة وستين قادر بعملية تفتيته استمالة السؤال هل سيكون قادرا ما بدنا نجزل على استمالة ناس من هون ناس مقلة هوية سيسية ناس ربحت مش معروف كيف بوا ما تحط إجراء أوكي يستميلة هذا أمر ممكن ممكن إذا الربح الخمسة وستين زائد واحد يعني طلع قال أمام الكون كله سوا انه ليست شرعيتي سلاحي ولا مشروعي كزا شرعيتي شعبية غير منطقصة وبالتالي رح يكون يؤثر تأثير كبير بكل المحطات المقبلة وأهم انتخابات رئيس الجمهورية وهو أصلا مؤسر لأنه يعني عنده عنده سلاح السطوة موجود على الطاولة وسلاح الاكترية بتصير يعني نقطة مع نقطة بتصير بلاس يعني إكسترا بلاس طيب إذا ما قدر حصل على الخمسة وستين فإذا في مجموعة متنافرة من القوى السياسية والمدنية رح تحصل على الخمسة وستين لكن هل ستكون مجموعة وحدة؟ هل قادرين نقول إعادة تناغم مثلا على خطوط معينة بين الكتاب اللبنانية والقوات اللبنانية؟ قال رئيس الحزب قال نحن من بعد الانتخابات رح نشتغل على الملفات اللي مطروحة كل ملف مع مين من التفق نحن وياه رح نكون نحن وياه سلوب عملي ومنهجي نعم ولكن بالنتيجة يعني الملفات الكبرى ما بد يعني النائب سامي جميل ما بد يعني في مجال حدا يكفر تاني بالعناوين الأساسية؟ اه في؟ مثلا؟ بموضوع الانتخابات طبع الرئيسة هون بيقدر النائب يقف وجل كله؟ صحيح؟ بس ما هيدي مرحلة وانطوت ما أدد بموضوع الانتخابات لا دفاعا ولا هجوم لا دفاعا ولا هجوم لا دفاعا ولا هجوم صحيح هم تحكي صحيح بس مثلا فيك هلا انت تصنف مثلا الطرف اللي انتخب ميشيل عون انه دكمة انه هو صار بحضن حزب الله؟ ما بنقدر نروح لحل قدر في شيء أخطر في شيء أخطر انه فيك تصنفه انه هدا بيستسلم ببعض المطارح يمكن ما بتوافق عارضنا وانتقدنا وشقفنا تشقيف بالخطاب وبالمقالات وكذا كأفراد هدا الخيار ولكن مش يعني انه نكسر نوصل الى كسر هذه القوى المؤهلة انه تكون يوما ما كتلي تعمل عادة توازن مع حزب الله يعني انا هدا رأيي امر التاني مثلا بهاي العناوين حدا بيقدر يقول عن حزب الكتائب انه بيسوي مع سيادة البلد او انخرط بفساد لا حدا بيقدر يقول عن قوى تاني ربما اخطأت بالقراءة السياسية وعملت خطوات غير مقبولة على الاطلاق بس هذا الشي بيعني انه دكمة تحطها هوني كمان لا بدنا يعني نرجع على ارض الواقع ونقول مجبرين هذه القوى التي تدور في هذه الفلك واللي باعتقد بيجمعها قناعات واحدة مهما خبت حالة وعملت خطابات مواجهة بين بعضها هاي خطابات المواجهة على الاحجام واكتر من ربما اكتر من الاحجام ولكن بالمحصل النهائي انا ما في صنف اي قوة من هذه القوى كأنه يعني شي مثل الطيار الوطني اللي عمله العماد ميشيل عامل 2005 ما بقدر صنفها لحد هلأ اذا شفت هالشي اكيد رح صنفها اكيد رح واجهها برجع بقول في استحقاق كبير ما في ايد تزقف لوحدة في هذا الموضوع ما في ايد تزقف لوحدة في هذا الموضوع المطلوب كتلة نيابية بعد الانتخابات من كل الناس الذين يدورون خالج فرق حزب الله حقيقة نعم قد يختلفون مع بعضهم اوكي مطلوب تشكيل مش كتلة يعني توجه عام توجه عام يواجه عملية تدمير البلد المستمرة نحن جاينا يا استيز جميع جاينا انتخابات رئاسية يراد فيها يراد فيها استمرار الوضع الحالي بس يا استيز اسعد انت بتعتبر وجاينا تشكيل الحكومات تشكيل الحكومات وجاينا انتخاب يجب رئيس مجلس النوار تعتبر حزب الله قادر يرجع يحكم بالطريقة اللي كان حاكمتها من 2016 اليوم يوم حزب الله عم بيتحمل وزر يعني الرئيس حسان ديب بيقوله انت سميته انت جبته هاي دي طريقة حكمك اليوم الرئيس مشيل عون بيقوله انت سميته انت جبته هاي طريقة حكمك هل رح يكمل قادر يكمل حزب الله بهذه الطريقة إذا غير بالأسلوب لا يعني التغيير في الأهداف بمعنى أنا اليوم إذا أنا حزب الله عندي مرشحين حلفاء لرئيس جمهورية مستقتلين واحد اسمه جبران باسيل واحد اسمه واعد نفسه اسمه اسلامان فرنجيه لانه حرمته بالالفان وستعاش وصلت للأمي على التم وما خلي انا ما خليته يعمل رئيس جمهورية طيب جبران باسيل استعرضت وضعه اه عقوبات اه غير مقبول من اي قوة سيسي حتى الحلفاء يعني في نبي براري مش رح هيقبل هالمرة بميشيل عون اخر. اسلامان فرنجيه رح يكون مستشرس اكتر واكتر لانه عم بدي يقول انه انا هالمرة مش انه انا ضحيت وانا قبلت معكم وانا ما زلت بشيرك فازن ازا غير حزب الله تكتيك وقال اه لرئيس شكلا من خارج هذا النادي ولكن ما بيمره الا ما انا وافق عليه ما بتكون نتيجة زيتها عم تسألني عن تغيير موقف حزب الله. بس ممكن ما منوصل لليل وصل نايله. نحنا رح نواجه. ديش في رئيس بسرعة الهين وخمسة اليوم الا مواجهة. نحن نواجه بشكل دائم قصة انه في واقع موجود في قوي مسلحة تفرض اقاعة وسيطرتها بتشكيل الحكومات بانتخاب رئيس الجمهورية. هاو دي رح يدلوا مستمرين. طيب. بغض النظر عن نتائج الانتخابات. بالتالي برجع بقول انه طيب بمواجهة هذا الواقع هل يجوز هذا التفتت للقائد؟ مش عم بحكي لا طبويات ولا شيء. عم بحكي بالواقعي 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 السياسي. ما رأى ما بتعطي 8 قدار رح تتفتت قدام مشهدية الجديدة اللي ممكن نشهدها بالايام اللي جاي. غير صحيح. بين ايران وسوريا. غير صحيح. كتلة بلبنان تكون مقربة من النظام السوري وكتلة. غير صحيح. لسبب. اه مصالحة لعملها الملك عبد الله مع بشار الاسد بقمة الكويت. اللي عساسة صارت انتخابات الـ 2009. وزيارة سعد الحريري الى دمشق. كان يؤمل ما ابعد النظام عن ايران. لكن هالشي ما حصل. هيدا ريهان مستمر. بس اليوم رجع الرئيس بشار الاسد عم يعمل جولات بالدول العربية. ورجع الى الحاضن العربية. اعوذوا بالله ما في شي من هدا النوع. فيه تكتيك معين. عم تعملوا بعض دول الخليج. تجريبة. بس انا قرأت انه نتائجه لن تكون مختلفة. لسبب. فيه سبب اضافة. 2009 ما كان فيه ثورة بسوريا. 2011 بلشت. 2013 كده يسقط النظام انقذته ايران. اصبح النظام بيد ايران وروسيا. بالتالي محاولة وهم فصل النظام عن ايران في لبنان او في سوريا او باداءه العربي. هو برأيي حتى اشعار اخر وهم. وبالتالي الادارة لهذا الفريق في لبنان هي حزب الله طهران وليس النظام. طب وفي حال ما كانوا هنه امام موضوع فصل. اليوم شفنا الرئيس الاسد كان عم يحمل رسائل بين الدول الخليجية وبين ايران وبين روسيا بالمرحلة الارية. ما انه بحاجة لبنان بحاجة لساعي بريد الخليج. شو كان طيب الزيارة شو يعني باي اطار بتحطي. في محاولة اماراتية للقول دائما. انكيه انكيه بامريكا انه اليوم كانت عم بتفاود. مش بس مش هيك مش هيك. في محاولة انه لل يعني سياسي خارجية اماراتية تحديدا. صفر مشاكل. في المنطقة. حتى ايران حاوروها قبل ضربة الحوثيين لابو ضبي. حاوروها وصار في حوار. وراح طحنون بن زايد. وعمل لقاءات بطهران. وجو مسؤولين ايرانيين. يعني هادي سياسة الصفر مشاكل بتترجم مع الكل. لانه في شي يعني خطر وجودي بالنسبة للخليج العربي كله سواء. اسمه الاخوان المسلمين. وما يسمى بالاسلام السياسي. بالتالي هني عم يعملوا سياسة امان. سياسة امان معيني. من ضمنها انه ليس هناك محرمات. نتكلم مع بشار الاسد على امل ان يبتعد قليلا عن ايران كزا. انا بقول انه هذا الشي لن يحصل. وبالتالي وهم اتقال النظام السوري مرة اخرى كلاعب اساسي في لبنان هو مجرد وهم. لن يدخل كلاعب اساسي. هو يعمل تحت ظل ايران في لبنان. شفنا تهدئة باليمن وايبالا عودت بعض السفراء الى لبنان. السفر دول الخليج. كما بالمقابل من بعد عودتهم الى لبنان. صار في حركة ناشطة لهؤلاء السفراء. ومن ضمن افطرات لا سياسيا مفهومة يمكن. ولكن رجال بالسلك القضائي والامنة. اليوم حزب الله ما حكي شي. لا طلب من الواقع بس براهيم انه ما يحضر بهذا الاخر. بس بالعلن ما كان فيه ما كان فيه اي هجوم على كل اداء السفر الصعودي تحديدا. اليوم هيدا شو شو يعني مرتبطين ببعض موضوع اليمن موضوع. اه جيمين احنا عم شفنا انه حملة اعلامية على قريبة من حزب الله على كزا. ما حكيوا مباشرة بعد هن مترئيسين على روي. شفنا كلام من جبران باسيل انه على قصة السفرات وعنجر. كأنه هي السفارة سعودية مثل عنجر. اللي عم يشبهها بعنجر. اه شفنا كلام من هدا النوم. هلا فيه اعادة قراءة لكل المشهد في لبنان بعد عودة السفراء. نجيب مئاتي عن طلب من حزب الله انه ياخد نفس بهدا الموضوع. واني على الارجح غير ممانعين لانه بيعتبروا انه هذه العودة لا اه تؤثر الى حد ما في تغيير الوقائة في لبنان. تبقى عودة ونشاط وا 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 وا. وبيتحينوا للمرحلة المقبلة. الى الان الى الان من جهة السعودية هناك قراءة لكل منطقة من اليمن الى العراق الى سوريا الى لبنان. املت حصول هذه العودة والعمل بالحد المقبول اه انطلاقها من لبنان. يعني المؤشر المنيح انه ما في اه لم يعد هناك هلا بعد هذه العودة وما سمي بالمبادرة الكويتية. انه شيء اسمه تركوا الملف اللبناني اه كل واحد يدبر راسه. يدبر راسه. لا في في عودة في حضور. اه توقيت العودة قبل الانتخابات. له انعكاس ايجابي على البيئة السنية. كتير اساسي. يعني عم بيقولوا انه لا للمقاطعة. عم بيقولوا انه الشيء اللي عم يعملوا الرئيس سعد الحريري بعد اه اعتكافه انه غير ما اقول لا. خلي الناس تشارك وتحصل الانتخابات وبناء على نتائج الانتخابات. هذا الكلام كتير حلو. ولكن فعليا رح يقتصر اه يعني هيك الصورة مثل محضرتك عم بتتصورها انه بس يعني عم بيكونوا جايين بس طي يتفرجوا. لا انا ما قلت هيك. شو رح يعودتهم بقرار كبير. اوكي. قرار كبير. المدى اللي بيروحوا له هو مدى اديش بيقدر اه يعني هون بحك بيرجعنا جيب مئات. ده بتقدر نجيب مئاتي ياخد باس من حزب الله على ست. يا خي ما رقولنا الامور هلأ لانه وضعنا الاقتصادي كزا. ما رقولنا الامور لانه اه ما فينا كعمل هيك. شو رح يعانلوا الصفرة? شو رح يكون تقسير الدول الخليج بالفترة القادمة? حضور فاعل وثيكون اكثر فعالية. رح يدعموا الرئيس السانيورة? بعتقد استقباله والاتصال الهاتفه مع السفير والاستقباله واللقاءات صارت بباريز هي بتأشر لانه بيشوفوا بالسانيورة شغلة منيحة. اللي وقشة في ريفة. كمان بيشوفوا فيه شغلة منيحة. لانه مواقفوا العربية ومواقفوا اللبنانية واضحة بالنسبة لانه بيتابعوا كل شيء. بيتابعوا كل شيء وبيعرفوا كل شيء. فبالتالي ولكن من دون ان نسجل حتى الان اي اا يعني مش عم يتدخلوا. تركيه الانتخابات تجري. هذا اللي بعرفه انا. هذا اللي لا لا. هذا اللي بعرفه انا. صندوق النقد الدولي اا بعد معنى ديئة. رح يتم اا رح نوصل لاتفاق فعلي مع صندوق النقد الدولي ولا? من الاحرف الاولى الى اا الكابيتل كنترول الى الترجمة الفعلية لهذا الاتفاق. انا بسأل نفسي بعد عن بقرأ بقرأ مرارا بس بده تعمق كتير الاتفاق. وكتير نقاط اساسية فيه. اهمة القطاع العام تصغيره. الكهربה. الكهربה. الاتصالات. توحيد سعر الصرف. طب هل. والكابيتل كنترول. والكابيتل. عدة امور. ولا واحد قادر تعملوا الدولة. ايه. توحيد سعر الصرف. تالي نحن امام صورة غامضة. هلأ في شعبوية معينة. انا اشك انه اا يقر اي شيء قبل سيقر بعد الانتخابات ولا ما فيه فيه ناس بتقول ما فيه اتفاق كمان هون اللأمة كتير كبيرة بيغصوا فيها ما حدا بيقلك بيقلك انا ما اقلع لها المحلل السياسي والصحافي الاستاذ اسعد بشارك اهلا وسهلا فيك ببرنامج الحكب السياسي مشاهدين الكرام مني ومن فريق العمل شكرا على حسن المتابعة ما حدا رح يعملكون شي انتوا يلي بتعملوا واذا بدكن تغيروا هيدا الواقع اتشجعوا وغيروا بيصوتهم بالانتخابات اشتركوا في القناة